قال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أن روسيا تعرض نظام العالمي للخطر وأضاف في ختام جولة في عدد من الدول الأسيوية أن بلاده تسعى إلى إجاد سبل لردع ما وصفها بالاعتداءات الروسية وحمية حلفائها وأوضح كارتر أن روسيا قد تلعب دورا بناء في تسوية الأزمة السورية مشيرا إلى أن بوتين لم يفكر جيدا في أحدافه في سوريا